انت حسيت امت انك بقيت اساسي في التيم وانه السنة اللي انت تقلقت فيها سنة كاملة من اول بقى موسم 83-84 كانت كابتن جوري موجود اه اه ما هو فضل 82-83-84 بايش هو 84 جي كابتن ساي اه كابتن طاعة بعدين كابتن طاعة كابتن طاعة كابتن طاعة كابتن ساي اه كابتن جوري رجع سانة وبعدين كابتن طاعة وبعدين كابتن طاعة دي مظبوط حسيت انتك بقيت اساسي في التيم اه من موسم 83-84 اول مباراة كانت ليك بقى او انت اساسي اللي هي كانوا نيوين اسموا اه عشان تيكوتوكو في نهاية بطولة افريقية 83 اللي احنا اخسرناها هناك دي اه طبعا احنا اكسبنا عشان كان انا بقولك جلده عظيم جدا يمكن في ناس كتير من الشباب ما يعرفوش الكلام ده الفترة دي النادي القالي خالي 82 ابطال الدوري 83 وصل نهائي وبعدين اربع واخسرنا من كتوكو اللي انا لعبتي في المباراة دي اه ثم اربعة وتمانين قالنا كاس خدنا اربعة وتمانين وخمسة وتمانين وستة وتمانين وستة وتمانين واحتفظنا بالكاس ثم سبعة وتمانين قالنا تاني دوري خدنا الدوري فست مواسم ولا سبع مواسم بنلعب نهاية افريقيا واخدنا منهم ستة فدي فترة يعني تاريخية للنادي القالي اقول بطولة افريقية انت خدتها كانت سنة كام اللي هي ثمانين اربعة وتمانين مع الكابتن سايس اللي هيك مع كانون يا ويندي في كانون يا ويندي هناك ايوه بس قبلها طبعا كنا خدنا كاس مصر اللي هو الشهير بتاع عليما يقوم لما جاب جونف المصري في vérit كسبت مع النادي اهلي اربع بطولات ابطال كاس اللي هيMartt وسما الوقت الكوفيدرالية سنة اugar ا 근 Pakۖ80 ستة وتمانين سمعة وتمانين department Museum 84 83 85 85 86 म 96 93 نطيت كنا احنا بطلنا احنا بقى. اه. كنت. سبنا لك الجاوي بقى يا عم انت تمرح زي ما انت عايز. اصعب بطولة في البطولات دي كلها. كانت تفتكت ببطولة ايه? ام اه. كتير كانوا صعبين. بس اللي كانت صعبة قوي. اه. طبعا بتاعت اه. ستة وتمانية عشان احداث الماتش اللي حصل فيها. اللي هي. اه. كنا كاسبين ثلاثة. وبعدين نروحنا هناك. بعد ربع ساعة مش شكتين تاني بقيت نتيجة اثنين صفر. كانت شكتين. دي كانت صعبة. بس كسبناها في الاخر. وتلاتة وتسعين. كانت صعبة لانه. تلاتة وتسعين. اه. اه. من البطولات برضو. كان فيها صعوبة. فرق كبيرة جدا. كانت موجودة. والتاريخ كبير. واحنا قادرنا نوصل للنهائي مع افريكا سبورت. وكسبنا. طيب. واحد صفر هنا. وتعادلنا هناك واحد واحد. انت في مركزك اللي انت لعبت فيه. يعني بسم الله ما شاء الله نبسك اهل حديد اهل بش الخشب. كان لأي مدرب بيجي بيقول قسام عربي بحطه في اي حتة. باك رايت لعبت. باك ليفت لعبت. استوبر احيانا لعبت. ديفندر في نص الملعب لعبت. احيانا كنت بتلعب على الاطراف. كنت بيجيب جوانا ما بتشوق من النص. هل دا كان بيتفرض عليك ولا انت كان عندك المرونة انك تلعب في اي حتة. لا هو انا كان عند المرونة ان انا عفق اي حتة. هو هو يعني لعبت الكرة فيهم اختلافات في حاجات. في واحد ممكن ييجي اعظم منك. وتاريخه كله اضحقه مثلا في رأس الحربة. او في حراسة المرمى. او في المركز ستة اللي هو في المدافع. او البكراي. في ناس لعبوا تاريخهم كله كده. وبيبقاش يجيد او الا غير في كده. وفي لعبة ممكن يكونوا اقل احيانا. بس مش بقول كل بس يعني احيانا. ولكن عنده الملكة بتاعت انه يقدر يلعب في اكتر من مكان. يعني يعني. دي كانت متوفرة في السماع. اه اه اه. وعلى فكرة في اختيارات المدربين في الفرق. سواء مثلا في فرق الدوري. يعني اقصد اللي هما بالعب والملعب. او مثلا واحد ماسك منتخب. لابد انه يكون عنده عدد من اللاعبين. عندهم المرونة التكتيكية دي. اللاعب في اي مركز. اكتر مركز. لان بيحصل ممكن تغيير من جوه الملعب. ممكن اه مثلا بطولة زي الاولمبيات مثلا بيقولك فارد عليك بس تسعتاشر لاعب. اه. فلو ما خدتش مجموعة تعرف تلعب في اكتر من مكان. هتتوقع. مش هتقدر تكمن. مش هتقدر تكمن. اه. فدي مهمة. يعني مثلا انا بقيت 25 لاعب. بيبقى فيه مثلا على اقل منهم ستة سبعة يقدروا يغيروا من الجزء. اه. فدي كانت عندي الحمد لله. انت فاكر الكابتن جوهري رحمة الله عليه. ويمكن الكابتن طهى كمان. خاصة الكابتن جوهري. لما كان بيجي قبل الماتشات التقيلة في افريقيا. كان بيجيب اسامة عرابي وبيلعبوا باكلفت عليها. صح. كان اسامة ده يعني باسم الله ما شاء الله عنده هنا الكعام بتاعته مصامير. كنت باطلع وتلاقيه خش تحت رجليه. ويكعب لني. وبيش طيلني امقافز علي. كان حاجة غريبة جدا. وزي ما كنت بقوله كابتن جوهري. قال لي هو ده اللي هيلعبك الماتشات دي. وكنا بنلعب الماتشات دي وبنكسبها سهل بعد كده. اه صح صح. الحمد لله يعني. شو حتى التفكير المدرب بيفكر في ايه. لا هو كان تفكيره عطول سابق يعني. اه الحمد لله انا زي ما انا قلته حالك انا انا ايمكن رغم ان انا جسمي. وليه شوية. لكن كان عندي الحتة العصب دي. اه اه. انا تمالي كنت باد. اللي يتشابك معاه عطوله يتجنن. يا ابنها موتا. حمد اصيد ايه. الله ما سيب الخير. وانا حمد ان اعافي كمان ايه. اعافي جدا وانا اخش اغبط فيه بتاعي قولي. يا ابن ان انت اه. ما احتاجتش محمد جمعة مرة في تأسيمة ولا حاجة. لا ما حضرتوش انا. شوفته بس طبعا كليعب. اه. ومختار كان بيتجنن. اه. مرة انا فاكر في تأسيمة في النادي الاهلي من كتر الحماس اللي احنا موجودين فيه. بلعب التيتش. في كورة جاسعة كنتة ومختار. دهيات كنت انت واحدين بعض. مرمين في التراك بره. ايو ايو ده كتير. ومتحة رمضان مواقف كتيرة وهو. كزا حد يجننوا مني. بخلوا يختاروني معا. اللي يجي مسلا كابت تقولي ولك. انا كنت بها ده. اختار فرقة. وانت اختار فرقة يروحوا بختارني على طول معا. عشان بقى.